زادت في الفترة اللي فاتت صفوف من رجال الأعمال أو رواد الأعمال اللي بتدوا يعملوا مشاريع صديقة بالبيئة بقنا نسمع كتير قوي عن المشاريع دي اللي بتبقى مفيدة جدا مش بس لمنتجاتهم مفيدة مش بس للزباين لا كمان صديقة للطبيعة الأم وكمان شفنا تحول في أنماط الانتاج شف بقنا نسمع عن حاجات زي الجرين بيلدينجز والحاجات دي كلها من أيام تم إطلاق مبادرة على مستوى محافظات مصر وده لدعم المشاريع الخضراء سواء المشاريع القومية أو المشاريع النشئة أو المبادرات الشبابية وده عن طريق مسابقة خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو دكتور حسين أبازة عضو اللجنة الوطنية للمشاريع الخضراء ومستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة صباح الخير على حدث صباح الخير بنوارنا في صباح الخير يا مصر يعني خلينا في الأول نعرف يعني إيه مشاريع خضراء نفهم يعني إيه في الأول مشاريع خضراء وإمتى نقدر نقول إن المشروع ده صديق البيئة أو لا تمام هو طبعا يتبادر في زهن معظم الناس لما نقول مشاريع خضراء إن هي مجرد زراعة شجر أو زراعة يعني مناطق مسطحات خضراء جوة المدينة ما هيش طبعا ده جزء منها النمل الأساسي فيها الحقيقة إن هو إزاي المشاريع دي تساهم فيه الناتج المحلي إزاي تخلق فرص عمل جديدة إزاي طبعا مواصفتها إن هي متقلل الإمبعاثات إذا كان في الإمكان طبعا نقل الإمبعاثات أو نمنع خالص ده طبعا مطلوب المخلفات أو المتبقيات سواء كانت زراعية أو بلدية طبعا إحنا دخلين على كاب 27 فنتكلم على حتة الإمبعاثات دي مهمة جدا وبالتالي بنتكلم على استخدام الوقود المتجدد أو الطاقة المتجددة بدل من الطاقة الأحفورية اللي هي عاملة المشكلة وهي الحقيقة إحنا مش سبب مشكلة يعني الدول النامية ما هيش سبب مشكلة الدول المتقدمة هي الرئيسية السبب الرئيسية فإنما تبعاتها جمى الحقيقة على الدول الصعيداء من ضمنهم مصر فإزاي نتعامل بهذه المشاكل اللي هي مواجهة التغيرات المناخية وفي نفس الوقت تحقيق تنمية مستدامة وعادلة تحقق طفرة نوعية في التنمية بمعنى أن احنا بنخلق مجالات جديدة يعني نهارضا مشاريع التقليدية معادلة تشتنفى يعني حيث أشارتي لأبنية الخضراء فإحنا بنكلم على تنمية عمرانية مستدامة وزكية اللي هي فيها أبنية خضراء فيها مواصلات صديقة للبيئة يعني إيه بناء أخضر؟ بناء أخضر يعني بنبتدي الأول بالترشيد في استخدام المياه والطاقة المدخلات البناء تكون صديقة للبيئة من المنطقة المحيطة مثلا تكون يعني إحنا بنستعمل وده تحول إحنا بنحاول نعمله مواد البناء مش بس تكون من المنطقة المحيطة عشان نقلل من المواصلات وبالتالي الإنبعاثات إنما تكون تحتفظ بالحرارة مثلا في الشتاء وطاردة للحرارة في الصيف إحنا عندنا مشكلة طبعا إحنا في الشتاء نيجي نلاقي الجهو برا أدفى من جوه أدفى من البيت والعكس صحيح يعني نيجي نطلع برا في الصيف رغم درجات الحرارة العالية عشان مواد البناء واستخدامات الأسمنت وكل الكلام ده فبنتكلم على الترشيد الأول مياه والطاقة وطبعا إدارة المخلفات المتكملة وبنتكلم على استخدامات الطاقة المتجددة واستخدامات وإعادة تدوير المياه وإعادة تدوير طبعا الفصل المتبقيات أو المخلفات وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها طبعا ما عادة استخدام المياه الرمادية في الري المناطق الخضراء وكل الكلام ده وممكن ده إحنا بدأنا نشوفه دكتور ياني معذرة على المقاطع لكن ده إحنا بدأنا نشوفه فيه المشروعات القومية الكبرى عندنا وفكرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي أيضا لإعادة تدويرها مرة تانية عشان خاطر يبقى في نوع من أنواع الاستتامة ولكن البعض ينظر إلى المشروعات صديقة البيئة وكأنها مشروعات ذات معدلات نمو بطيء أقول لك يا خاج ما هو ده النظرة السابقة للبيئة أو دمج أبعاد البيئية في المشاريع سواء كانت قومية أو مشاريع الخاص أو المجتمعية بصفة عامة في حين أن الحقيقة المدخل البيئي هو اللي بيحقق التنمية الاقتصادية الحقيقة والعكس غير صحيح وإحنا جربنا إحنا لما أقول إحنا نتكلم على مستوى العالم يعني النهاردة العالم كله داخل في استثمارات في الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية كمدخل لتحقيق طفرة نوعية في التنمية أنا أحب أشير هنا طبعا حضراتك اسماته على القرار الأخير في الولايات المتحدة الكونجرس الأمريكي عشان يتعامل مع مشكلة التضخم عمل قانون جديد وده الأسبوع اللي فات فقط ووافع عليه بايدن عمل تشريع جديد بخفض الإمبعاثات وخفض استخدامات الطاقة الأحفورية والتحول إلى الطاقة المتجددة ورصد أكتر من 400 مليار دولار في الفترة اللي جاي بحيث أنه هو يخفض من استخدامات الطاقة تقريبا أو الإمبعاثات بـ 40% بحلول عام 2030 فده بيوري هنا ده عملية جرينينج بقى أو تخدير الاقتصاد وتخدير المجتمعات كلها فهم أيقانوا أو أدركوا أن لا ما هي البيئة ما هيش عائق والاستثمرات فيها ما هيش عائق بل بالعكس ده هي حافز للتنمية ومن هنا ابتدى كل التوجه ماشي في الكلام ده فده معناه أنه هو لما يعمل الكلام ده في الطاقة ده داخل في المواصلات داخل في المباني داخل في الإنتاج كله أي نشاط وهو كان قرار الحياة بتقول عليه بتاع الكونجرس ده تحديده هو قرار خاص كمان بفكرة دعم برضو أزيب من 500 مليار دولار أعتقد للسيليكا والمواصلات وفكرة اللي هم يتجهوا إلى الرقائق الإلكترونية والإنتاج الخاص بالتكنولوجي لما له من طفرة وتنمية اقتصادية مع شان كده برضو يعني المبادرة بتات المشاريع الخضراء داخل فيها وزارة الاتصالات الحقيقة بتلعب درهام فيها عشان احنا بنتكلم على التطبيق زكاء الاصطناعي والإنوفيشن والابتكار والتكنولوجيا الصديقة للبيئة فيه أو توظفها فيه تحقيق هدف تنمية المستدامة وتعامل مع تغيرات مناخية مش هينفع أن احنا نتعامل بالمشاكل دي بالصورة التقليدية فده الحقيقة يعني بيدي ده نمط أو المثال اللي نديته اللي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية وده طبعا بعد ما كان ترامب انسحب النهارده أمريكا دخل بثقل وفيها بواد اجتماعي مهم جدا خلق فرص عمل ده اللي هما يعني العمل القانون ده مجموعة من الاقتصادية نانده درسوا الكلام ده دراسة مستفيدة وأيقانون ده لازم هما يعملوا الكلام ده عشان مقاومة زي ما قلت التضخم وهيخلق فرص عمل تقريبا قدروها بحوالي 9 مليون فرصة عمل جديدة هتلعوا منها برضو الوفرات اللي هتطلع حزم لدعم المجتمعات أو الأسر المتوسطة والفقيرة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هم الهيسبانيكس والسود وكده عشان خايفين طبعا يخشوا أن الكلام ده نحن لا يتفاق مع الدولة مع الناس كتير قوي بتفتكر أن أي حاجة لها علاقة بالبيئة أو بالتنمية المستدامة يعني بتقلل من أو ده هيكلف الدولة أكتر لكن احنا حابين نرجع نتكلم أكتر عن المبادرة يمكن احنا شايفين وعي كبير من الشباب المصريين بأهمية الحفاظ على البيئة وبيعملوا في الحقيقة انشوتفز أو مبادرات كتيرة قوي منها مثلا ركوب العجل أو حتى بناء بعض المباني بالزجاج البلاستيك وشفنا نجح في بعض المحافظات يعني شروط الاشتراك في المسابقة أيه هو حديث احنا المتاح طبعا الممكن يقدم في المسابقة دي مشاريع كبيرة حكومية ممكن قطاع خاص مجتمع مدني فهي مفتوحة يعني من كلمة المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمشاريع اللي هي غير هدفة للربح عشان خاصة شركات اه بالزبط مفتوحة للجميع هي الحقيقة يعني بالإضافة طبعا هي مبادرة الحقيقة جمال المبادرة دي في إنها مش فقط أن هي بتحفز المجتمعات المحلية للتحول لأنماط أكثر صديقة دمتا لا بتخلي دلوقتي المسابقة المحافظات عايزين يعرفوا ايه هو الاقتصاد الأخضر ايه هي التنمية المستدامة ايه هي الإشتراف عمليات توعوية مهمة جدا وهي عمليات مستمرة هي مش هتقف عند كاب 27 ده هي هتبقى مستمرة بحيث أن احنا النهاردة بيبقى في مرامج تدريبية مستمرة على مستوى المحليات والمحافظات بحيث أن احنا عاملين في كافة الأنشطة الانتاجية أو كافة القطاعات بالإضافة للأنشطة الانتاجية والخدمية والانتاجية والخدمية أن هم يبقوا فاهمين إزاي النهاردة النشاط بتاعهم عشان ده في جزء طبعا مرتبط بيه السلوكيات يعني فيه الـ ديفالوب من ده حاجة أو التنمية اللي هي الملموسة في المدن الجديدة والمواصلات والكلام ده إنما يتزامن معها ولابد أن يتزامن معها السلوكيات وتغيير السلوكيات المواطن بحيث أن احنا طبعا الهدرف نقلل من الهدرف المياه استخدامات المياه والطاقة وإفراز المخلفات وإزاي يبقى النشاط بتاعنا متصق مع توجهات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فديك وإزاي مهمة عشان الدولة تستثمر مش مليئين مليارات يعني نحن نتكلم على مشروعات مستدامة خضراء ونتحدث أيضا عن مبادرة فيها نوع من أنواع الاستدامة مش شرطية يعني تزول لهذه المبادرة أو تتوقف بمجرد وجود عدم وجود الشرط وخصabها هو كوبتوينتي سيمين لا 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 السؤال جيدا قطب إ beside ان هذا المشروع يتوافق عليه الشروط الواجبة كي يكون مشروع أخطر там هكلم على الحل اللي هي الصوفت فيها شوية اللي هي الناحية الثقافية والناحية السلوكيات دي مهمة جدا القائمين على المشاريع لازم يدوا القدوة الحسنة أو الطيبة إيه هو الاستدامة مع الاستدامة النهاردة ودي ABC تنمية مستدامة اللي عملية دمج وده اللي بتحققوا الحقيقة المبادرة دي بنلاقي عدد من الوزارات مشاركة فيها وزارة التخطيط اللي هي طبعا مشرفة على وزارة البيئة وزارة التنمية المحلية في المرأة مجلس القومي للمرأة مشارك فيها عدد من فده بترجم مبادئ التنمية المستدامة في تنفيذ أو إطلاق هذه المشاريع فإحنا بنتكلم على خفض الإنبعاثات إزاي النهاردة تستعمل طاقة أو تستخدم طاقة متجددة بعد الترشيد نحن بنتكلم على الوقود المستدامة لكن الأمر مش وقوب مستخدم بس أكيد فيه اشتراطات تانية ما هو وقود استخدامات المياه الإقلال من الإنبعاثات والمخلفات يساهم في الناتج المحلي نحن بنتكلم على بعد البيئي ما هي لازم التلات أبعاد تتكامل مع بعضها مش فقط البعد البيئي البعد الاجتماعي نحن بنخلق فرص عمل النشاط الجديد اللي احنا بنعمله ده المشروع ده بيخلق فرص عمل جديد بيساهم في الناتج المحلي بيزود من تنافسية المنتج اللي المشروع قائم عليه وكل ده طبعا ده البعد الاقتصادي البعد الاجتماعي زي ما قلنا بيخلق فرص عمل بيحسن الصحة بيقلل تكاليف العيشة للمواطن عشان أنت النهاردة لما هيقل تكلفة المنتج نهي نتيجة الترشيد في استخدام الموارد واستخدام الموارد المتجددة وبالتالي هيخفض من تكلفة المنتج وبالتالي هيزيد التنافسية بتاعته وده يدعم الناتج المحلي إذن هي منفعة على جميع الأصعاد طيب إزاي إحنا بنقدر نقدم الوعي ده أو نزود من الوعي لرجال الأعمال خلينا نقول أول الشباب أنه هم يبقى عندهم معي في الحتة البيئية وإزاي بتعود يمكن إيجابيا علينا في الاقتصاد وغيره هي مهمة جدا وده كان الحياة اللي اخفاق معظم الدول أو المنظمات الدولية اخفقت فيه في الأول لها ما كانتش بتربط البعد البيئي بمرضوده على الناحية الاقتصادية إحنا نهاردة بنتكلم على إزاي الاستثمار في البيئة والموارد الطبيعية لو مرضود على الصحة لو مرضود على نحن نتكلم جودة حياة جودة حياة يبقى نتكلم على صحة جيدة بيئة ملأمة نتكلم على دمج كافة كافة فئات المجتمع الحقيقة فيه صياغة القرار وفيه الاستفادة من العوائد أو العائد اللي بينتج عنه المشاريع أو خطة الدولة فده يعني دي جزئية الحقيقة مهمة جدا أن احنا عملية الترابط والتكامل والجزئية المهمة اللي احنا بنتكلم فيها ودي الدولة الحقيقة يعني أدركت هذا منذ فترة وبتعمل عليها مشاركة مجتمع المدني قطاع الخاص مع الدولة مش هينفع أن كل من هذه يشتغل لوحده أو يبقى فيه تضارب لا لازم التكامل وطبعا تكامل ما بين الوزراء بداية وبعدين تكامل ما بين كافة زي ما قلنا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجزئية الحقيقة أشرت إليها مثلا الحقيقة أشرت إليه أنه هو طب أنا قطاع خاص أنا أخش في الموضوع ده هستفيد إيه فإحنا بنقول هنا النهاردة السوق الجديد كله سوق منتجات صديقة للبيئة سواء كان زراعة المستدامة احنا نكلم على زراعة عضوية زراعة صديقة للبيئة المنتج النهاردة المستهلك بيدور على المنتج اللي هو مفهوش مكونات ضرب الصح النهاردة منتكلم على السيحة البيئية مثلا يمكن أن تغيرات المناخ كمان أثرت على بعض المحاصيل الزراعية فأصبحت الناس يعني بتعاني من تغيرات المناخ فلازم تلجأ إلى الاقتصاد الأخضر ما هو هو حقيقة النهاردة يعني هي لو كان المجتمع الدولي يعني بص للبيئة هو النظم الإيكولوجية وتغيرات المناخية بصورة أكثر جدياتا ما كناش وصلنا المرحلة اللي احنا فيها هو النهاردة مضطر ليه العالم كله مضطر عشان بقى مسألة سورفايبر مسألة حياة مش هيقدر النهاردة بس حراري النهاردة لما نسمع جفاف في انجلترا وجفاف فرنسا طب ما هو جفاف وأنهار بتجف يعني طب والسياحة هتتضر أو مش هتتضر في البلاد دي طبعا وبعين دخلين على الشت وأسعار طب دكتور احنا على عتاب خدر احنا على عتاب كوب 27 ازاي نقدر نستفيد من استضافة مصر لهذه الفعالية في التحول للأخضر أولا المبادرة دي بتدعم توجه مصر التحول مصر واضح جدا أن مصر خدت يعني خطوات يعني كبيرة في هذا التحول بنتيجة أو يتمثل في رصد الاستثمارات الضخمة للمشاريع الخضراء احنا منتكلم النهاردة 15% تقريبا من ميزانية الدولة رايحة مشاريع خضراء 22-23 دخلين على 30% وبعدين 50% وبعدين لتصل إلى 100% إن شاء الله هو في النهار كله يبقى ماشي عشان يبقى كله متنغم مع بعض ما يبقاش في جزء ماشي أخضر وجزء التاني ماشي بالعكس يعني يبوز الشغل اللي احنا بنعمله في النحية دي لا هو توجه دولة وبالتالي السيستم كله والسياسات كلها تنغمها مع بعض يبقى متصق وده اللي بيحصل بنتكلم عن التشريعات وقاليات السوق تبقى كلها متنغمة مع بعضها التعليم احنا شفنا النهار دا التعليم قبل الجامعة يبدأ يدمج أبعاد الاستدامة والاقتصاد الأخضر في المناهج التعليمية التعليم الجامعي يبدأ يبص فعلا في الجزئية دي السياسات التجارية نفس الكلام التمويل يعني بما أننا كلمنا عن يمكن التعليم الجامعي أنا يمكن حضرت الطلبة جمعين كتير عاملين مشاريع صديقة للبيئة وفي نفس الوقت تعود بمنفعة كبيرة على قرى أكثر احتياجا وساعدوهم كتير والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر هو دا اللي جاي وإحنا في مصر في الحقيقة مع أننا ما بنساهمش يمكن بجزء بسيط من الانبعاثات لكن احنا عندنا وعي كبير والحكومة عندها وعي كبير بدورنا خطوة استباقية احنا بنعملها عشان نبقى جزء من هذا يعني احنا انا بعتذر لحضرتك احنا للأسر هي بس حتة زائرة لازم أقولها طالما حالك ذكرت الجزئية دي معظم الوزارات الحقيقة بما فيها وزارة البيئة أو وزارة التخطيط عاملين برامج تدريبية لنشر الوعي ومفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر فيه طبعا المبادرة الخاصة بوزارة التخطيط كونت سفيرا ودي شغالنا الحقي عشان كده قفرت ان انا اجي بدري المهاردة عشان هطلع من هنا اروح الاطلاق المبادرة دي وفي محاضرة هناك خاصة بالشباب احنا بنتمنى التوفيق لكل اللي هشتركوا في هذه المسابقة ونتمنى لكم التوفيق في المبادرة دي كل شكر لك دكتور حسين أبوزة عضو اللجنة الوطنية للمشاريع الخضراء ومستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة شكرا لك دكتور